شهد الفريق أسامة عسكا رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان الدور العلم والتكنولوجيا في الحرب الحديثة تأتي تلك الندوة في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية التي تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة تضمنت الندوة جلستين الميتين تناولات عددا من الموضوعات في مجالات حرب المعلومات والهجمات السبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة خلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من تطور التكنولوجي الهائل والمستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ودورهما بالمعارك الحديثة فضلا عن الاستفادة من دراسات الخبراء بمجال الطائرات الموجهة بدون طيار ارتباطا بتنامي التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأنظمة العسكرية عالميا وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري ترجمة نانسي قنقر